شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة بذل أقسى الجهد لحد من آثار الأزمة على المواطنين واستعاب الضغوط التضخمية وخلل اجتماعيه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين شدد الرئيس السيسي أيضا على الاستمرار في تنفيذ الإصلاقات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص خاصة من خلال القضاء على المعوقات البروكراتية عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيت وزير المالية ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استراد مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر حيث تم عرض الإجراءات الجدة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمؤصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة كما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الأصلاح الاقتصادي أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اشدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين واستعاب الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص خاصة من خلال القضاء على المعاوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنفسي بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمغاطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر